السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتنا من شريعة مصرية بأفكار كندية لو انت جديد او انت جديدة في القناة ان شاء الله تعجبك قناتنا وسبسكرايب معينا النهاردة ان شاء الله هنعمل زيت جوز الهند النقي اللي هو بيور مية في المية اللي معلوهش اي اضافات اللي انا اقدر اعمله من البيت السحي طبعا لي العميل الاكل اكتر حاجة صحية لعميل الاكل وطبعا لي الاستخدامات الجمالية واللي بيعمل مستحضرات التجميل مفيش انقى ولا انطف من زيت جوز الهند اللي بتعمل من البيت تعالوا كده نشوف الاجراءات هي سهلة وسريعة وما فيش مشكل تعالوا اول حاجة انا جبت هنا سمرتين من جوز الهند سمرتين من جوز الهند انا بلاقيهم طبعا في الهايبر ماركتز كبيرة وانا شفت كمان سمرتين متقشرين في الهايبر ماركتز بس انا حبيت ان انا اوليكم من الموضوع المصطعب قوي لو انا لقيت بس اللي هو بقشره واللي هو بطبيعته من الاصل ان انا ممكن استخدمه زي فكل اللي انا عايزة شاكوش شاكوش علشان اقطعه اتنين طبعا يا جماعة الصمرة دي انا هستخدم منها كزا حاجة مش بس زيت جوز الهند هطلع هكسرها وخلوا بالكم ياريت تكسروها على الارض مش السراميك الارض لو يعني عندك ارض خشب قوية او مثلا حاجة مع ده انت قدري تكسري عليها لان بصراحة برضو اه هو جامد شوي فاكسريها اتنين وانت بتكسريها او انت بتكسرها طلع منها اللي هو مية جوز الهند ماء جوز الهند ده يا جماعة صفوه وخلوه في كبيات واشربوه فويده والفيتامينات اللي فيه يعني رهيبة فدخلوه محدش يرمي المية اللي داخل اللي هو طبعا صمرة جوز الهند اجمل واطعم مية واكتر فيتامينات ممكن تتخيلوه خلاص انا صفيته وطلعته وطلعت القشرة منه يعني انا قصرته وبتطلع القشرة الخارجية اللي هي الصلبة منه واسيب القشرة البنية اللي هي بتبقى لزقة فيه الابيض يعني دي سهلة ما عنيش مشكلة فيها خليها زي معي لكن القشرة الخارجية دي بقى اطلعه بقى اطلعه واخسله وقطعه قطعه قطع صغيرة علشان خاطر يبقى سهلة علي في البورسس البعد كده يعني قطع معقولة كده يبقى سهلة علي في البورسس اخسله وقطعه واشوف الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها بسيطة اجيب الخلاط بتاعي ولازم الخلاط يبقى يعني طحن جدا يعني يبقى خلاط قوي هو طبعا صوفت قوي يعني جوز الهند ده صوفت يعني ناعم جدا ما فيهوش اي مشكلة ولا حيقص على خلاط تماما لكن انا عايز ده يطحنوا جدا واحط الزي اللي هو جوز الهند بس امنا الخلاط مية سخنة لازم تبقى المية سخنة مش مية بردة ولا فترة مية سخنة واحط جوز الهند بتاعي واضرف الخلاط جامد ضربه اتنين وثلاثة واصف فيه في وعاء خارجي وبايدي اخسي الايدي كويس واصفي وامسك هو البشر ده واصفيه جامد جامد وانزل هو الحليب بتاعي وحليب جزء الهند وكمان اروح اعمل نفس الحركة تاني اخد البشر ده وحطاه تاني في الخلاط انتو لو شفتوا ان انا حطيته تاني في الخلاط وحطيت عليه مية سخنة تاني عشان اطلع كل العصارة اللي فيه حطيت عليه مية سخنة تاني وروحت ضرباه في الخلاط ضربة كمان وعصرته مرة كمان عصرة شديدة وبحيث انزل كل الحليب اللي فيه وجمع كل الحليب مع بعض اللي هو حليب جزء الهند ده وخلاص انا كده خلصته وصفيته طبعا لازم اصفيه زي من شايفين بمصفة تكون رفيعة وخلاص اسيبه يا اما في الفريزر لمدة ساعتين يا اما في التلاجة يوم كامل لو في الفريزر لمدة ساعتين ثلاثة يعني انا انصح بالتلاجة لمدة يوم كامل انا بصراحة احطته في الفريزر بس ده الاحسن التلاجة الاحسن التلاجة يوم كامل بس انا كنت مستعجلة وحطته في الفريزر فانا افضل علشان تطلعي مكعبات جزء الهند صح يبخليه في التلاجة لمدة يوم كامل وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها بقى انا عشان بقول انا كنت مستعجلة وخلته في الفريزر فطلعت الطبقة يعني اللي هي بتبقى هتلاقوا الطبقة اللي فوق بيضة واللي تحت مية يعني هو حينفاصل مع نفسه في التلاجة او الفريزر هتلاقوا الطبقة البيضة تكونت فوق والمية تتجمدت تحت فاحنا حناخد الطبقة انا حاخد الطبقة البيضة بس هي دي اللي انا هستخدمها لما تحطيه في التلاجة يوم كامل هتقدري بسهولة ان انتي تغدي الطبقة البيضة دي اللي فوق وتلاقي المية تحت ما عندناش مشكلة بيها ففي التلاجة دايما نقول أحسن فأنا خدته شوفه أنا دايما حتى لما بعمل حاجة يعني 100% مش مقتنع بحتة الفريزر أنا بقولك أنا كنت مستعجلة أنت عملوها في التلاجة فأنت هتخذي الطبقة البيضة بسهولة مزاي أنا تعبت عشان أطلع الطبقة البيضة من إن هو كان في الفريزر فطلعت الطبقة البيضة وقعت تقصر بالمعلقة عشان الطبقة البيضة تطلع وأحطها أفصلها في بط أو حلة لوحدها بعيدة والمية بتاعتها خلاص تجمدت لو تصلاحظوا في إيدي كده كتلة مية متجمدة حسيب المية على جن وخلاص هاخد اللي هي الطبقة البيضة دي وأحطها على النار لمدة ساعة نار هادية جدا لمدة ساعة في الأول عالي وبعدين نوطي شوية لمدة ساعة هتلاقي إزاي تنفصل وحوريكو إزاي في ناس سأل على البشر البشر أنا عملت بي إيه؟ البشر أنا حطيته على صنية كبيرة وجففته لمدة مثلا يوم في الشمس شوية وبعدين دخلته بحيث أن هو يبقى جاف جدا ننفوشه أي مية وده البشر بتاعي اللي أنا بستخدمه فيه اللي هو الحلويات اللي هو بشر جوز الهند نيجي بقى لي كمان المية المية اللي طلعت بعد ما أنا خدت جوز الهند بعد ما طلعته من التلاجة وكسرته وحطته على النار في مية ظهرت المية دي أنا أطبخ بيها أطبخ بيها رز أطبخ بيها أي طبخ بيدي طعم جميل جدا وكمان فايدة رهيبة جدا للأكل أو عطرم المية اللي هي طالعة من إيه؟ من جوز الهند بس فأنا كده مرميتش حيك يعني استخدمت كل حاجة فيه صمرة جوز الهند بس هنا زيت انفصل تماما ولو تلاحظوا الطبقة البنية بدأت تظهر فيه طبقة بنية كده زي ما في سايح السامنة بيظهر المرطة كده فهي الطبقة البنية ظهرت كده دي اللي مش هستخدمها ويبدأ الزيت يتراكم بس أنا كمان بعد الفيديو ده سيبته أكتر أكتر من كده عشان خاطر يعني حتى الطبقة البنية بيكون فيها زيت عشان يطلع لي أكبر نسبة زيت ممكنة وخلاص رحت بقى إيه أصفي في يعني مصفة صغيرة وكمان معاه منديل كده عشان خاطر تصفي أي شوائب سودة فيها وأنزلها في البرطمان الصغير هو طبعا يا جماعة الصمرتين دول عملولي برطمان صغير ما تتخيلوش أنه هيعمل كمية كبيرة لا هو بيعمل برطمان صغير لو أنت بتعملي للأكل البرطمان دي يكفيكي أسبوعين يعني مش مش وحش بس لو أنت بتعملي المصطح دارة التجميل طبعا هيكفيكي أوقات كتيرة جدا لو أنت هتستخدميه ليه يعني مثلا لو عامل رجيم وكده وبتستخدميه حاجة صحية ليكي والأكل كبس هيقعد معاكي أكل بس هو بصراحة نقي جدا غير اللي بيبقى في السوق اللي هو بيبقى مخلوط بزيود تاني بس هو خلاص كده أحطه في البرطمان وأحطه في أي دولاب ما هو مش هيجمد بسهولة لأن اللي بيبقى موجود في السوق هو اللي بيجمد بسهولة لكن ده بيجمد يعني بصعوبة يعني مش بسهولة اللي هو بيبقى الطبيعي جوز الهند الطبيعي وبس أستخدمه مستحضرات التجميل أو الأكل أنضفه أقوى حاجة سمحوني جمان قعد أكوحه وكده سمحوني بس دي كاية فكرة النهاردة وأتمنى إن شاء الله تكنت عجبتكم إن شاء الله في أفكار جديدة جاية سبسكرايب و لايك و كومنت وفعل الجرس خليك معنا دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيمان غزال